يترقب الشارع البريطاني إعلان تدابير جديدة للحد من انتشار وباء كورونا في موجته الثانية مع زيادة عدد الحالات بعد إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد بالإضافة إلى المدارس والجامعات أحد كبار المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية أكد بأن البلاد تمر في مرحلة حاسمة وأنه يجب الاستفادة من الخطوات التي تم اتخاذها مع بداية انتشار الوباء ثلاث مستويات جديدة من المتوقع أن يعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتصدي لفيروس كورونا تتراوح بين متوسطة وعالية وعالية جدا وذلك بهدف المساعدة في وضع قيود على مناطق مختلفة بحسب خطورة تفشي المرض لكن هذه الإجراءات بعيدة عن العزل العام للاقتصاد الذي يواجه العديد من التحديات فقد سجلت بريطانيا أسوأ أداء اقتصادي بين الدول المتقدمة في الربع الثاني وفق البلومبرغ فيما تراجع الناتج المحلي وأنفاق المستهلكين لمستوى قياسي وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني لبريطاني تراجع عائدات قطاع السياحة بنسبة 70% إلى 3 مليارات و700 مليون دولار خلال نفس الفترة وهي أقل إيرادات الربع سنوية للقطاع منذ الربع الأخير من عام 1994 وتحاول بريطانيا من خلال خطط الدعم والتحفيز إلى إعادة إنعاش البلاد التي تقف على المحك مع الاتحاد الأوروبي خصوصا مع قرب انقضاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد البريكزيت ولعل القمة الأوروبية المرتقبة في الخامس عشر من أكتوبر قد تكون بداية لحل الخلافات بين الطرفين حيث أن غياب الاتفاق قد يدفع إلى أزمة جديدة اشتركوا في القناة